طب عشق هنا لقيت أن هو أعقل منها وعرف يحتويها؟ والله عشق نفسها بتقول كده بس هل عشق نفسها يعرفها يا عايزة إيه؟ ده السؤال بقى هو عشق نفسها عندها مشكلات الحقيقة يعني عشق نفسها الموضوع مسالك كده ألاقي حد في قصة حقيقة ما عندهش مشكلة معك؟ تخيالي أه؟ واحد والناس كلها عندها مشكلات يا سالي وما ليه؟ ليه؟ ليه دكتور؟ ما فيش حد خالي من المشكلات ليش حد خالي يا رب أشيك كلها عندها مشكلة أنا هسمعه كلينا نتفق أنه الست دي عاشت 16 سنة مع واحد ما بتحبوش ومش طيقه وبعدين اطلقت بعد 16 سنة الحجة أن أهلها كانوا رفضين حلو أهلها زي أي أهل مصريين اطلق عندهم عيب فهم كانوا رفضين يطلقوها بس 16 سنة وبعدين لما بدأت تدخل في اكتئاب فعليا وأعراض الجسدية اللي بتحكي عنها دي أعراض اكتئاب أنها بدأت تخس في الوزن أو أنها بدأت نومها يضطرب أو أنه بدأ تعاني من أعراض نفس جسدية ده كله بسبب الاكتئاب اللي نخلت فيه الأكتئاب ده بيجيب لنا أي بيجيب خساسان فيه ناس بتدرب بتكتئب تدرب على حسب هو الطبيعي أنه الاكتئاب كلما شخص يكتئب يأكل أكتر بس فيه ناس آه ليه لأنه الأكل بيزود السيروتونين في المخ فبيحسن الحلال المزاجي بسعيد أي وفي حسن الحلال المزاجي بسعيدة عشان الشوكولاتة بتزود الاندورفنز بالتحديد فتحسي أنه الأمور أحسن لكن في الواقع فيه ناس لأه لما تكتئب ما تكلش وتخس وأنهم بتاعها يضطرب وتبدأ تصل عليها أعراض نفس جسدية فتبدأ تحسي بأوجاع في جسمها وتبدأ تحسي بمشكلات في المعدة ومشكلات ممكن توصل لحد الكيء كل ما تشرب مياه يترجع فسعيدة هنا الناس بتحسي أنه فيه مشكلة بقى فعلا فيقرروا أنه يخذوا له الدكتور أو يقرروا أنه هم يريحوا نفسيا فسعيدة هتقرروا أنه يريحوا نفسيا ويطلقوها من الراجل بس 16 سنة هي معرفتش تأخذ القرار ولا تكبرهم من هم يعملوا ده وده غريب إزاي إزاي خلي بالك يا موكد كلب تشتغل عشان تعرف تصرف عن نفسها إحنا في الأغلبية البنات بتسمع كلام أهليهم لأنه مقدرش أعمل حاجة من وراهم تالت حاجة هياخد عيالها منها إنت متخيل أنت عايز تأخذ القرار عامل إزاي في الآخر اطلقت يعني ومعرفناش اللي أخدهم ولا ما أخدهمش لا ما هم معاها ما قالتش بس لو كانت ذكرت إن هي موجوع ما قالتش يبقى ده معناه أنه كان بيهدد بس دي حاجة الحاجة التانية ما هيعرفت تكبر أهلها يوافقوا على أنه هتتجوز واحد من غير أهله يعني جزها التانية بقى اللي تقدم لها ده مش تقدم من غير أهله ده بس هم عشان عايزين يسطروها زي ما بيقولوا عايزين يخلصوا منها بقى لا مش يخلصوا منها على اللقب إن هم يسطروها أو لفظ بيسطروها وبهي مش هتبقى مستورة غير بالجواز لا أنا مستورة إن أنا أحترم نفسي ومشي عادل وراعي رب لكن هم كانوا بيخلصوا منها في الحقيقة وهي وفقت على داعي يعني هي عرفت تكبرهم إن هم يجوزوها الراجل من غير أهله ومعرفتش تكبرهم إنها تتطلق من 16 سنة ووافقت عليه أصلا ليه من الأول معرفتش ترفض زي الناس طب خد بالك بقى المشكلة في الزوج التاني هي وفقت ليه تتجاوز واحد من غير أهله عشان بتحبه هل ده سبب كافي إنها تتجاوز واحد من غير أهله وهي من أول القصة وهي شك إنه كداب من أول ما تجاوزته ويحس إن في حاجة مش مظبوطة